موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم في حلقة جديدة لمادة الرياضيات وسوف نتناول في هذه الحلقة الوحدة الثانية الفصل الخامس إدراك مفهوم الوقت ويتضمن على الموضوع الأول وهو إيجاد المدة والموضوع الثاني استكشاف التقويم الرزنامة تابعونا بعد الفاصل أهلا بكم الجديد أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ذكرنا قبل الفاصل أننا سوف نتناول موضوعان الموضوع الأول وهو إيجاد المدة والموضوع الثاني استكشاف التقويم الرزنامة والآن سوف نبدأ مع الموضوع الأول وهو إيجاد المدة سوف نتعرف الآن على مفهوم المدة وهو الفرق بين الوقتين نحن نعلم أن كلمة الفرق تدل على عملية حسابية نستخدمها في الرياضيات وهي عملية الطرح مثال رقم واحد موعد انطلاق الطائرة من الكويت الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة قبل الظهر موعد وصول الطائرة إلى بعض البلدان العربية دمشق الساعة الثانية عشر وسبعة وثلاثون دقيقة بعد الظهر بيروت الساعة الواحدة وعشرة دقائق بعد الظهر القاهرة الساعة الثانية وثلاثون دقيقة بعد الظهر السؤال أوجد المدة اللازمة للسفر من الكويت إلى القاهرة علما أن الطائرة تبدأ رحلتها الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة قبل الظهر أحباء يريد في هذا السؤال إيجاد المدة وكما تعلمنا أن مفهوم المدة هو إيجاد الفرق بين الوقتين إذن المدة من الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة قبل الظهر إلى الساعة الثانية وثلاثون دقيقة بعد الظهر أوجد المدة من الساعة الحادي عشر وخمسة عشر دقيقة قبل الظهر إلى الساعة الثانية وثلاثون دقيقة بعد الظهر أولا سوف نعد عدد الساعات ونوحد عدد الدقائق من الساعة 11 و15 دقيقة إلى الساعة الثانية و15 دقيقة فلنشاهد الساعة عند الساعة 11 سوف ننتقل بعد الساعات إلى أن نصل إلى الساعة الثانية ساعة ساعتان ثلاثة ساعات كاملة ثانيا سوف نعد الدقائق من الساعة 11 و15 دقيقة إلى الساعة الثانية و30 دقيقة نحن نعلم أن الخمسة عشر دقيقة يكون عقرب الدقائق عند العدد ثلاثة إذن سوف ننتقل بالعد من الخمسات من ابتداء من العدد ثلاثة إلى أن نصل إلى ثلاثون دقيقة ابدأ خمسة عشر خمسة عشر دقيقة الخطوة الثالثة وهي كتابة المدة بالطريقة اللفظية ثلاثة ساعات وخمسة عشر دقيقة ننتقل الآن إلى المثال التالي أوجد المدة في كل حالة الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة بعد الظهر إلى الساعة الخامسة وخمسون دقيقة بعد الظهر أولاً سوف نعد الساعات الكاملة وذلك بتوحيد عدد الدقائق نلاحظ من الساعة الثالثة وخمسة عشر دقيقة إلى الساعة الخامسة وخمسة عشر دقيقة سوف يكون عقرب الساعات عند العدد الثلاثة ابتداء من العدد الثلاثة ثم سوف ينتقل إلى العدد خمسة والآن سوف نحسب عدد الساعات الكاملة ابتداء من العدد الثلاثة ساعة ساعتان إذن ساعتان كاملتان ثانياً سوف نعد عدد الدقائق فلنشاهد معنا أحبائي كما ذكرنا قبل غليل أن الخمسة عشر دقيقة عند العدد الثلاثة سوف نعد بالخمسات إلى أربعة وخمسون دقيقة ونعد الدقائق ابدأ خمسة عشرة خمسة عشر عشرون خمسة وعشرون ثلاثون خمسة وثلاثون سوف نضيف أربعة دقائق إلى الخمسة وثلاثون فتصبح تسعة وثلاثون وتكتب المدة بالطريقة اللفظية ساعتان وتسعة وثلاثون دقيقة ننتقل الآن أحبائي إلى المثال رقم ثلاثة أوجد المدة في كل حالة من الساعة السادسة وعشرون دقيقة بعد الظهر إلى الساعة الثاني عشر وثلاثون دقيقة قبل الظهر أولا سوف نوجد عدد الساعات الكاملة ونوحد عدد الدقائق سوف نضع أقرب الساعات الكاملة عند العدد ستة ثم ننتقل إلى أن نصل إلى العدد إثنى عشر ونعد الساعات الكاملة ساعة ساعة ساعتان ثلاثة ساعات أربعة ساعات خمسة ساعات ستة ساعات كاملة ثانيا سوف نعد عدد الدقائق نحن نعلم لإيجاد عدد الدقائق سوف نبدأ من العدد إثنى عشر والعدد بالخمسات وسوف يكون العشرون دقيقة عند العدد أربعة والآن سوف نعد بالخمسات إلى أن نصل إلى اثنان وثلاثون دقيقة ونعد عدد الدقائق ابدأ خمسة عشرة نضيف على العشرة دقيقتان فيصبح اثنى عشرة دقيقة إذن لإيجاد المدة أو لكتابة المدة ستة ساعات واثنى عشرة دقيقة ينصح الأطباء بممارسة التمارين الرياضية لمدة عشرون دقيقة على الأقل يوميا يبدأ أحمد بممارسة رياضة المشي عند الساعة الثامنة واثنان وخمسون دقيقة قبل الظهر ويستمر حتى الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة قبل الظهر فهل نستطيع الاعتبار أن أحمد أخذ بنصيحة الأطباء؟ إذن الآن أحباء تلاميذ الصف الرابع الابتدائي سوف نفهم هذه المسألة الحياتية نصح الأطباء أحمد ممارسة الرياضة لمدة عشرون دقيقة على الأقل يوميا إذن يجب على أحمد ممارسة عشرون دقيقة فأكثر ولكي نتأكد أن أحمد أخذ بنصيحة الأطباء يجب أن نحسب عدد الدقائق إذا كان عدد الدقائق عشرون دقيقة فأكثر إذن أحمد أخذ بنصيحة الأطباء أما إذا كانت عدد الدقائق أقل من عشرون دقيقة إذن أحمد لم يأخذ بنصيحة الأطباء فلنبدأ بالحل من الساعة الثامنة واثنان وخمسون دقيقة إلى الساعة التاسعة ثمانية دقائق إذن نحن نعلم أن الساعة الكاملة بها ستون دقيقة إذن ستون دقيقة ناقص اثنان وخمسون دقيقة يساوي ثمانية دقائق ومن الساعة التاسعة إلى الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة خمسة عشر دقيقة لإيجاد عدد الدقائق الكلية نجمع الثمانية دقائق زائد خمسة عشر دقيقة فيصبح الناتج ثلاثة وعشرون دقيقة إذن عدد الدقائق التي استقرقها أحمد في ممارسة الرياضة رياضة المشي هي ثلاثة وعشرون دقيقة إذن أحمد أخذ بنصيحة الأطباء نعم أخذ بنصيحة الأطباء وقد انتهينا من الدرس الأول والآن سوف ننتقل إلى الدرس الثاني وهو استكشاف التقويم الرزنامة سوف نتعرف الآن على الرزنامة التقويم نحن نعلم أن السنة تحتوي على اثنى عشر شهرا وفي السنة البسيطة ثلاثمائة وخمسة وستون يوما أما السنة الكبيسة فهي تحتوي على ثلاثمائة وستة وستون يوما وأن السنة الكبيسة تزداد يوماً واحداً عن السنة البسيطة لأن عدد أيام شهر فبراير فيها يساوي 29 يوماً وتأتي السنة الكبيسة بعد كل أربع سنوات سوف نلاحظ التالي أحبائي الأعداد الترتيبية أعداداً تستخدم لتبين ترتيب ما مثل أولاً أو ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً إلى آخره سوف نتعرف الآن على أسماء الأشهر الميلادية وترتيبها الشهر الأول وهو شهر يناير الشهر الثاني وهو شهر فبراير الشهر الثالث وهو شهر مارس الشهر الرابع وهو شهر أبريل والشهر الخامس وهو شهر مايو والشهر السادس هو شهر يونيو والشهر السابع وهو شهر يوليو والشهر الثامن وهو شهر أغسطس والشهر التاسع وهو شهر ستمبر والشهر العاشر وهو شهر أكتوبر والشهر الحادي عشر وهو شهر نوفمبر والشهر الثاني عشر وهو شهر ديسمبر ونستذكر معاً أن السنة الميلادية تحتوي على 12 شهرا أحبائي سوف نتعرف على الطريقة الأولى لمعرفة عدد أيام كل شهر من شهور السنة أشهر فيها 30 يوما شهر ستمبر شهر إبريل شهر يونيو شهر يوليو سوف نستكمل سوف نتعرف الآن على عدد أيام كل شهر من شهور السنة أشهر فيها 31 يوما شهر يناير شهر مارس شهر مايو شهر يوليو شهر أغسطس شهر أكتوبر شهر ديسمبر ما عدا فبراير فهو 28 يوما في السنة البسيطة وتسعة وعشرون يوما في السنة الكبيسة سوف نتعرف الآن أحبائي على الطريقة الثانية نستخدم غبضتي اليدين حيث النتوءات والمنخفضات كل نتوء 31 يوما وكل منخفض هو ثلاثون يوما ما عدا شهر فبراير فلنلاحظ التالي أحبائي نتوء منخفض نتوء منخفض نتوء منخفض نتوء مارس 31 يوما إبريل 30 يوما مايو 31 يوما يونيو 30 يوما يوليو 31 يوما أخصطس 31 يوما ستمبر 30 يوما أكتوبر 31 يوما نوفمبر 30 يوما ديسمبر وهو الشهر الأخير 31 يوما فلننتقل إلى مثال رقم واحد أجب عن الأسئلة التالية واحد كم عدد أيام السنة الكبيسة نحن نعلم وتعلمنا قبل قليل عدد أيام السنة الكبيسة نفكر قليلا أحبائي نعم 366 يوما وهي السنة الكبيسة تزداد يوما واحد عن السنة البسيطة وذلك لأن شهر فبراير فيها يحتوي على 29 يوما اثنان استخدم الأعداد الترتيبية لذكر أسماء الشهور التي عدد أيامها أقل من 31 يوما قبل قليل تعرفنا على الأعداد الترتيبية وقلنا مثل الأول الثاني الثالث الرابع الخامس إلى آخره إذن سوف نذكر العداد الترتيبية وليس الأشهر الميلادي نتبع أحبائي الشهر الثاني والشهر الرابع والشهر السادس والشهر التاسع والحادي عشر نتبع حل مثال رقم واحد ثلاثة كم عدد الأشهر التي عدد أيامها 31 يوما ننتبه إلى هذا السؤال أحبائي يريد عدد الأشهر وليس الأعداد الترتيبية إذن يريد أسماء الأشهر الميلادية التي عدد أيامها 31 يوما سبعة أشهر أربعة في أي من الأشهر تجد اليوم الزائد في السنة الكبيسة نفكر غليلا أحبائي نعم إنه شهر فبراير نتابع حل مثال رقم واحد خمسة ما الأشهر التي عدد أيامها 30 يوما إذن سوف نذكر أسامي الأشهر الميلادية وليس الأعداد الترتيبية ويجب أن يكون بها عدد الأيام 30 يوما شهر أبريل وشهر ستمبر وشهر يونيو وشهر نوفمبر ستة كل كم سنة نشهد ما يعرف بسنة الكبيسة كل أربع سنوات وقد وصلنا أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم أتمنى لكم التوفيق والنجاح وإلى لقاء قريب بإذن الله في الحلقات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر